ربما كانت إسرائيل تنتظر هذه الهجمة من إيران حتى تستطيع أولاً أن تحور الاهتمام من قضية غزة إلى قضيتها أن تجلب كثير من الدعم الدولي لها ولاحظنا هذا في المواقف السياسية والمواقف التي استطاعت إسرائيل أن تحصدها بعد العملية الإيرانية على إسرائيل وأيضاً إعطاء المبرر لأعضاء الكونغرس لدعم إسرائيل مادياً وعسكرياً واستمرار هذا وإعطاءها المبرر وتعطيل أي قرارات أخرى بالمقابل صحيح أن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا جريمة واعتداء على سيادة دولة ضمن دولة أخرى موجودة وهذا أمر لا يمكن أن يكون مقبول في القانون الدولي ولكن ردة الفعل الإيرانية أعطت المبرر الآن لإسرائيل أن تتوسع في طغيانها وعملياتها وأن أيضاً تحصد الكثير من الدعم الدولي الذي يمكن أن يكون هناك موقف دولي أوسع ضد استخدام إسرائيل مفرط في غزة وضد الوضع الإسرائيلي ولكن ما حدث أعطى تعاطف نسبي من قبل الدول الغربية لإسرائيل وعطاها مجال في المطالبة بكثير من المساعدات والأشياء التي كانت تنفذتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر